ازاي نعمل فيديو بدون الزهور امام الكاميرا ونحقق منه ربح على اليوتيوب فيديو النهاردة هنتعرف ازاي نحول النصوص الى فيديوهات احترافية بالزكاء الاصطناعي هنتعرف ازاي نجيب افكار للمحتوى وتحولها الى فيديوهات قصص او فيديوهات تعليمية بدون الزهور في الفيديو والربح منه على اليوتيوب والفيسبوك معاكم منا محمود هشارك معاكم كل ما يخص صناعة المحتوى والتصميم والتسويق اشترك في قناة منا محمود وفعل الجرس علشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة موقع موشن من المواقع القوية اللي بتحول الفكرة الى فيديو والمشاهد فيه رائعة واحترافية هنضغط على create stories for free هسيب لكم رابط الموقع في description box والتعليق المثبت نقدر نعمل sign up عن طريق جوجل او discord او عن طريق الايميل ونكتب الباسورد بعد كده هنضغط على sign up دي واجهة الموقع بسيطة وسهلة الموقع بيدينا في الخطة المجانية 200 credits شهريا ومن خلال الرابط اللي هسيبه لكم تحت الفيديو هيديكم 100 point هدية my project اي مشروع احنا هنشتغل عليه هيكون متواجد هنا عندنا ال gallery بعض المشاهد ممكن احنا نستخدمها في التصميم بتاعنا عندنا assist studio remove background نحنا نزيل الخلفية من الصورة وعندنا style transfer نحنا نحول الفيديو لstyle مختلف مثلا زي الكارتون هنرجع تانية على generate هنستخدم النهاردة generate from prompt هنضغط عليها اول حاجة هنبدأ نكتب هنا الفكرة الموقع بس متاح باللغة الانجليزية نحنا نكتب النص باللغة الانجليزية المحتوى اللي باللغة الانجليزية بيكون عليه مشاهدات اعلى وبيكون الارباح عليه اعلى عن المحتوى العربي ازاي اجيب افكار لمحتوى بالانجليش وانا مثلا ما كونش بعرف لغة انجليزية كويس هروح على موقع shade gpt او ممكن نستخدم gemini هاجي هكتب هنا في search اكتب عشر افكار لقصص تعليمية للاطفال باللغة الانجليزية واضغط على search هيبدأ ان هو يحضر لي العشر افكار هنبدأ ناخد فكرة عندنا ده العنوان وده theme وده summary على حسب ما احنا عايزينها تكون دقيقة ازاي القصة مثلا هاخد summary وممكن ناخد العنوان وهو اللي ينشئ القصة طبعا لو احنا حددنا اكتر هيكون اسهل وهيكون القصة واضحة فانا هاخد summary وهرجع تاني على موقع motion وهعمل paste هنا في الcontent نقدر نحنا نكتب لغاية عشرين الف كلمة هبدأ ان انا احدد انا عايزة اعمل الفيديو لمقاس اليوتيوب او مقاس التيك توك او الريل او الفيسبوك او مقاس السكوير انا هستخدم النهارده مقاس لليوتيوب علشان نبدأ ان احنا نعمل محتوى ونربح منه من غير ظهورنا وهبدأ ان انا اختار الstyle انا هاختار 3d cartoon وهبدأ ان انا اختار التون عندي اكتر من تون اقدر ان انا اختار منهم او ان انا اختار other واكتب التون اللي انا عايزة انا مثلا هخليها natural وهضغط على generate طبعا كل الفيديو بياخد عشرين point او عشرين credit هضغط على generate كده انشألي المشاهد وكتبلي script كده انشألي في حدود 15 مشهد ابدأ ان انا اقف على كل المشهد واراجع script اللي مكتوب فيه وده المشهد التاني طيب لو انا عايزة مثلا اغير شكل المشهد مثلا المشهد ده مش عاجبني مش عاجبني الصورة فاعمل ايه هضغط على regenerate وهياخد مني to credit هضغط على regenerate هيبدأ ان هو يغير لي المشهد كده غير لي شكل المشهد انا عايزة اقسم المشهد ده لجزئين حاسة ان المشهد الكتابة فيه script طويلة وعايزة اقسمها هضغط هنا على وهيبدأ ان هو يقسم لي المشهد ده لاتنين وهيعمل لي generate لصورة تانية فهضغط على yes اسملي المشهد ادي مشهد رقم خمسة والمشهد التاني هبدأ ان انا اخد script واخده copy واروح على shgbt واعمله paste واقول له ترجمه باللغة العربية هيبدأ يترجم لي script للغة العربية علشان اقدر ان انا اراجع المحتوى ولو انا مثلا ما بعرفش اللغة الانجليزية كويس اقدر ان انا ارجح ممكن برضو ان احنا ناخد copy للمشاهد كلها هبدأ ااخد copy للا script واختفز به وهنعرف تلوقتي ليه بعد كده ابدأ ان انا اعمل احرك المشاهد علشان يكون فيه حركة وتجذب المشاهد لمشاهدة الفيديو فهقف على المشهد الاولاني واضغط على انيمات هضغط على اوكي ده كده شكل الانيمات بيعمل حركة بسيطة دي بتساعد المتابع برضو ان هو ينجذب لمشاهدة الفيديو هنبدأ نعمل لكل مشهد انيمات بعد ما نعمل انيمات لكل المشاهد هنضغط على next لو عاوزين نكتب عنوان على الفيديو نقدر ان احنا نضغط كده على title subtitle اضافة الكابشن على الفيديو ممكن نعمل هنا thumbnail نختار thumbnail مثلا عايزاها تكون white background او image scene effect ممكن نعمل مشاهد برضو التأثيرات المشهد برضو من هنا او من الطريقة التانية هنضغط على mini zoom او مثلا عايزين mini zoom بسيطة scene transition اضافة تنقلات ما بين كل مشهد ومشهد مثلا انا هخط او هختار glare عندنا اول حاجة عندنا none ان احنا ينتج الفيديو من غير صوت واحنا هنستخدم صوت خارجي من اي موقع اخر سواء ان احنا هنعمل التعليق الصوتي باللغة العربية او ممكن نعلق صوت بنفسنا عندنا هنا movie narration mail او female عندنا educational storytelling mail او educational storytelling female على حسب طبعا احنا عايزين اني صوت ونقدر ان احنا نضغط هنا على sound ونسمعه ونشوف اني صوت افضل مناسب للفيديو اللي احنا عاملينه لو احنا هنعمله بالمحتوى الانجلش لو هنعمله بالمحتوى العربي هنضغط على none هناخد ونبدأ ان احنا نترجمه على ونبدأ ان احنا نروح لأي موقع لتعليق الصوت زي 11 lab او اي موقع تاني في مواقع كتير مجانية بعد ما نخلص هنضغط على composite ده كده الفيديو النهائي عمله لتلت دقايق وكمان ضيف عليه caption ده بتاع الكصة ملخص الكصة نقدر ان احنا ناخدها copy ونضفها في description للفيديو في اليوتيوب ودي الهاشتاج ودي الكصة نفسها اللي هو اللي سكريبت نقدر ان احنا لو ضغطنا عليه هيبدأ ان هو ينزل ودي thumbnail وده الفيديو هنضغط على الفيديو هيبدأ يعمل download عندنا على pc لو عاوزين نعدل اي حاجة على الفيديو نقدر ان احنا نضغط على pack ونبدأ ان احنا نعدل اي حاجة احنا عايزينها مثلا مش عايزة اضيف التايتل فهدغط على none عايزة ان انا اغير scene transition نقدر ان احنا نغير في transition ممكن احنا نضيف opposite يعمل لنا generate للفيديو ويجمع المشاهد كلها مع بعض لو في اي استفسار سبهولي في comments وانتظروني في فيديو جديد